نقيب الزوايا الرجراجية مولاي عبدالعزيز يرى أن توقيت موسم الرجراجة أو المعروف بالدور وجب تغييره خلال هذه السنة أو القادم من السنوات بسبب تزامنه مع شهر رمضان الكريم الشيء الذي سيضعف من الرواج الذي تعرفه المواسم والتي تصول الأولياء الرجراجيين الثلاثة والأربعون الوالد رحمة الله عليه أتعب من أتم بأليه اللي هو عبدالربي إن الوالد الحمد لله منسبة يعني يحقق مجازات كبيرة ولكن أنا الفكرة الأساسية اللي عندي أنه شوية هذا الموريط دينا الموريط دينا التقافي الديني دي المنطقة دينا خاصة أنا عندي لها أفكار اللي هي يجب أن مثلا أن تصحح فيه مجموعة من الأمور اللي هي أنا كان أعتبرها اللي هي دخيلة عليه إنها بعض الممارسات اللي هي وتنية بعض الممارسات اللي هي ليست من صلب هاد الموريط هاد الموريط أساساً اللي تركوه لنا الإجداد بني على العلم وهذا الشيء اللي تلقى في الزاوية المدارس القرآنية لم يبنى على الجهد وعلى الدجال وعلى الشرك هذا الموريط بني على الجهاد في سبيل الله وتجد عدة أضرحة على المحيط الأطلسي لأن السادات الأجراجيين كانوا وهبوا أنفسهم للدفاع عن حوزة هذا الوطن خصوصاً في أيام هجمات البرتغالية والأطمع الإسبانية في بلادنا كذلك مشهود لأجدادنا رحمة الله عليهم بدفاع عن ترسيخ العقيدة والنشر الدين الصحيح لهذا حار ينبنى أن نتمتلى بهم في محافظة على العقيدة الصحيحة في إطار هذا المورود يعني نحافظ على ما هو إيجابي وعلى ما هو يتوافق مع تصوف السن الصحيح ولكن نحارب بصفة تدريجية وبطريقة تدريجية نحارب بعض ما هو دخل عليه من مورسات استرزاقية مورسات لا تمتوا إليه بصيرا هذا الورش الورش الثاني الذي أشتغل عليه هو أن هذا المورود يعني من ناحية الإعلامية أنه يظهر ويبرز بشكل كبير لأنه كان هناك حقبة كبيرة أن هذا المورود كان مهمل إعلاميا وهذا لأنه أنت حاليا لما نتكلم على مصار روحي هذا هو المصار روحي الوحيد في المغرب يعني الذي لا زال يشتغل بنفس الطريقة بنفس الأمكينة بنفس الأزمينة ويشتغل لمدة قرون ولم يتغير ولازل مستمرا ويضم بين تنياه مجموعة من العوائد تجليا في صلة الأرحام في الكرام يعني في عديد القيام التي نفتقدها في هذا الزمان وهي من صلب ديننا الحنيف وهي إطعام الطعام وصلاة الأرحام من أهم الوصايا التي نجدها في الأحاديث نبوي الشريفة لهذا يجب هذا التصوف شعبي بالنسبة للرجاجة يعني التصوف لا تجده حبيث الزوايا ومقراتها والتقوق عن النفس والذكر هذا التصوف فيه ذكر فيه كتيرا والقرآن فيه إطعام الطعام فيه صلة الأرحام فيه التزاور فيه أنشطة تجارية فيه أنشطة ترفيهية يعني الناس حاليا لمدة الجائحة وهم يتساءلون وبخصوص في هذه الأيام يتساءلون هل سوف ينظم أم لا ويعني حاجة ملحة لتنظيمه حاجة يعني افتقدنا حتى كان ينتقده أصبح يسأل هل سينظم أم لا افتقده لهذا نحن إن شاء الله نعمل خير وهذا سؤال لم توجهه إلي ولكن عبره من باريكم حتى يعني أجيب على عديد تساؤلات التي تصيروني أود أن نوضح أن أنا إن شاء الله لأن الموسم الموقف في التوقيت الاعتيادي في السنة هو في الفترة الربيعية المقبلة إن شاء الله يعني في الأيام المقبلة في شهر مارس إن شاء الله سوف أستدعي السادة النواب الزوايا وسوف نعقد اجتماعي إن شاء الله على أمل أنه نسأل الله تعالى أنه يرفع عن هذه الجائحة لكي نتذكر هل يعني إذا ما كان هناك انفراج في هذه الأزمة وفي هذه الجائحة أنا مثلا بعد شهر رمضان ممكن أنه ينعقد هذا الموسم إذا ما رخصت السلطات المحلية لذلك وهذا كما أشرت كما أشرت في هذه المداخلة أنه هناك جدل عندنا هو بخصوص توقيت هذا الموسم كما لا يخفى لكم هذا الموسم هو موسم ديني ولكن أصبح فيه موسم تجاري تنموي لمدة 38 يوما ما بين جنوب أسفي ومنطقة الشياطمة ويخلق يخلق رواج اقتصادي ويخلق فرص للشغل وخصوصا في هذه الظروف الحالية بالجفاف والجائحة ما أحواجنا إلى هذه الأنشطة وإلى هذا الرواج لذلك نحن كمدبرين لهذا الشأن لدينا نقاش منذ تقريبا قبل حلول هذه الجائحة النقاش يتمحور حول موسم رمضان وموسم الرجراجي شخصيا بحكم هذا الموسم تطوّره بشكل كبير وأصبح في هذا الرواج الذي ذكرت أنا لديش تصور أن هذا الموسم يجب أن ينظم بمعزيل عن موسم رمضان لأنه إذا ما ننظم واحترم من التوقيت السنوي المعتاد لتنظيم الموسم سوف يتزامن مع شهر رمضان خصوصا في هذه الأربعة وخمسة سنوات التي قديمة فإذا ما تزامنا هذا التنظيم مع شهر رمضان المبارك سوف يكون هذا الإقبال وهذا الرواج ضعيف في لحظ الدين كبير في طبيعة الحال ولهذا أنا الرأي الشخصي ولكن أنا أعمل بمبدأ الاستشارة والتشاور وأزعم أن مجموعة من النواب الذين ينوبون عن الزوايا يسيرون في هذا الاتجاه أنه يجب أن حتى على مستوى أبناء الزوايا والمريدين يحب أن ينظم الموسم بعد شهر رمضان أو قبل شهر رمضان حتى يتسنى لأبناء الزوايا والمريدين أن من يريد أن يصوم شهر رمضان ويتفرغ للعبادة ويعتكف أو يذهب إلى العمر فاله المجال تكون فرصة متاحة وإذا ننظم الموسم بعد شهر رمضان يكون أنه الحمد لله جمع ما بين الحسنيين هناك وحد الفئة التي متشددة لأن نحافظ على نص الأعراف مدعية أن لا كان الموسم من قبل ينظم بتزام مع شهر رمضان ولكن أنا أرى أن الموسم بصيغته الحالية في زمن هذا أنه تبدل بشكل كبير وموسم الصورة التي كان عليها من قبل 20 سنة أو 30 سنة التي كان فيها زمن مع ربضان في 80 الموسم حالي نصفتنا نقيب الزوايا الجراجية نتدخل في الضمن للصلاحياتنا أننا لا نحدد متى ينطلق الموسم ومتى ينتهي بطبيعة الحرب التشاول مع سلطات الإقليمية على رأسهم ومطل صاحب جلالة الإقليم السيد العامل انطلاقة تكون هنا في الفترة الربيعية ربما 21 مارس أو الأسبوع الذي بعده أو واخر شهر مارس يوم الجمعة الفتاح يكون انطلاقها من هنا بالزاوية زاوية النقيب حيث يعطي يعطي السيد العامل انطلاقة رسمية لانطلاق هذا الموسم وذلك بأداء صلاة الجمعة ومأدوبة الغداء بعد ذلك ننتقل إلى زاوية السيد العلي من أبي علي المتوجدة بجامعة السيد العلي الكراتي لإعطاء انطلاق هناك الموسم الذي يدوم 38 يوم وينتقل بمحطات يجوب خلالها مجموعة من الزاوية مجموعة من الأضرحة ويختتم في حدرة بأكبر موسم وينتقل على الإطلاق لدى الزاوية الجراجية الذي حسب الإحصائيات السلطات أنه يتجاوز 500 ألف زائر في تلك ما بين يوم السبت الأحد في المجموعة الحمد لله اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة